في جمهورية الكائنة حتى تمثلية جلسة حقوق الإنسان فشل قالك هنعمل في منتدى الشباب العالم اللي كائنه طبعا منتدى الشباب العالم قالك هنعمل جلسة نقلت فيها مجلس حقوق الإنسان في جنيب والموضوع طلع كله فضيحة في جمهورية الكائنة في منتدى الشباب العالم في جمهورية الكائن اللي بيحضره السيسي ممثل عن كل رؤساء العالم كل سنة وبيقعد يمسك الحديدة يتكلم كائن ده منتدى الشباب العالم حقيقي وكائن ده رئيس وكائن دول شباب بيمثلوا شباب مصر الحقيقي وكائن العالم أصلا أرسل مندوبيل لي مش هتكون له كائن مبني على كلمة الكائن يتعمل مؤتمر في غاية الكوميديا السوداء كل عام في مشهد الكائن قالك هنعمل محاكاة لمجلس حموم الإنسان لمجلس هو الإنسان ليه جلسة الكائن دي؟ عشان النظام في مصر عايز يرد على الانتقادات الموجهة ليه العصابة في مصر عايزة ترد على الانتقادات الموجهة ليه قالك عايزين نعمل عمل واحد كائن بتاع جنيف ده اللي بيوجه فيه انتقادات لمصر في حموم الإنسان والرد عليها عصام شيحة جلسة محاكاة حموم الإنسان في منتدى الشباب تشبي التي في جنيف خد فشار كل حاجة كائن كل حاجة شبه المهم عشان يطلع كإن في مجلس حقوق الإنسان يبقوا شبهوا كده فخلوا واحدة أجنبية تتكلم على الانتقادات الموجودة في مصر السيدة اللي كانت بتشارك في هذا المشهد الكائني قالوا انها ممثلة لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية اتكلمت ديقتين بس وكلمت عن جزء صغير قوي قوي من اللي بيحصل من إجرام في حق الإنسان في مصر أدت الجائحة إلى تفاقم الوضع المتدهور للسجون والسجناء في مصر في ظل استجابة حكومية محدودة ما أدى إلى انتهاكات في حقوق الإنسان لهذه الفئات المعرضة للخطر كلمة المدت ديقتين اتكلمت في جزء منها عن وضع حقوق الإنسان في مصر ليه؟ فرشة عشان ممثل مصر اللي مجهز كلمة يرد عليها في تلت ساعة في الكلمة اللي كانوا محضرينها بقولك كأن عشان يرد على تلك الادعاءات لكن الكلمة طلعت كومودية جدا وواعد يتكلم عن اللي عمله السيسي من أجل حقوق الإنسان ومعليش أصلكونا بنحارب الإرهاب ودلوقتي بدأنا جمهورية جديدة وكلام عبيض من هذا الشكل ما إن نجحت الجهود الوطنية المصرية في مكافحة الإرهاب حتى أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ إيزانا ببدء الجمهورية الجديدة في مصر ورغم إن ممثل مصر في المشهد الكائني كان محضر الكلمة ومتفقين على المشهد ده ومتفقين على كل حاجة والسيسي موافق على المشهد ما مش ممكن يعملوا من غير ما يوافق والسيسي تكلمت دقيقتين بس والسيسي كان حافظ كل اللي هيحصل والراجل اللي هو كأنه مندوب مصر مجهز الكلام المعلب عشان يقوله بتاع الجمهورية الجديدة وكده لكن السيسي ما عجبوش المشهد مجهزين ومزبطين ومتفقين عليه والإخراج كل حاجة ممكن ما عجبوش وقرر يرد بنفس الإجابات القديمة العافنة ويقولك أصلاحنا عندنا حموم إنسان مختلفة عشان الإنسان عندنا ليه أربع سابع مش خمسة وإحنا أحسن من السوريا والورقة إحنا بنحرسين على موضوع حقوق الإنسان من منظور من منظور فكري هو في حد نجي في دولنا الموجودة دي غير مصر منظور فكري أقول إنسان من منظور فكري أنا عايز أفهم أم المنظور الفكري ده اللي بيتم التعاطي فيه مع حموم الإنسان في مصر المنظوم الفكري ورغم إن السيسي كمان الرجل التباع بتاعه قاعد يرد تلت ساعة والسيسي قاعد يرد أكتر من تلت ساعة عالكلمتين اللي قالتهم البند لكن السيسي كلمتين اللي تقاله في جمهورية الكائن لم يتحملهم وخرج تماما عن شعوره وقال لك الكلمة كانت كاسية قوي وإنتوا بتسيقوا المعصر حسنت إن الخطأ قاسي جدا لكن الواقع اللي في مصر مش كده خالص وبالتالي ده شكل من أشكال الإساءة بأصدق أو بدون أصد للدولة المصرية كدب فاجر لكن العبا مش عليه العبا على الشعب السيسي ما تحملش تسعين ثانية اتكلمت فيهم بنت في كلمة متفق عليها ورد متفق عليه وقال لهم أنتوا كده بتسيقوا للدولة المصرية حتى الحقيقة لما بتتقال في المشاهد التمثيلية بتكون موجعة حتى لو تمثيل السيسي لا يحتمل التمثيل لأن التمثيل لازم يكون في جزء من الحقيقة وكلمة الحقيقة بتوجع السيسي حتى لو كانت كلمة الحقيقة في إطار تمثيلية تسعين ثانية فقط قالتهم بنت في كلمة متفق عليها فشل انه هما يردوا عليها في جساعة عشان هما ببساطة كدبين وعارفين انهم كدبين وعارفين انه وضع حقوق الانسان في مصر معفن وحقير وشيء يند له جبين ولا يتناسب مع تلك الدولة وفي الاخر السيسي خرج عن شعوره وقال لهم انتوا كدوا بتسيقوا للدولة المصرية مؤتمر اتصرف عليه عشرات الملايين وجابوا ولموا ناس من كل حتة ورحلات مجانية واكل مجاني وبوكت ماني عشان يعملوا اللقطة وحتى اللقطة فشلت والصحافة في مصر طلعت تقول على مؤتمر الكئن امسك عصابك قالك قدم توصيات هامة للعالم والله العظيم ما تيجي الا بشكرانية طويلة توصيات مهمة في محاكاة مجلس حميم الانسان بممتدى شباب العالم عايزين العالم لا يتعامل مع الحقائق يتعامل مع الكئن زيهم ولو ما تعملش مع الكئن يبقى مجرم ويبقى بيكيد لمصر مشاهد من الخبل في الجمهورية اللي بيقولك عليها قال ايه جديدة غير القديمة الجمهورية اللي بيتدس فيها عالناس بمنتهى البجاحة بمنتهى السهولة على ذكر الجمهورية الجديدة والناس اللي بيتدس عليها واللي محدش فيه ليها ايه فيه ليه فيها اي حقوق انت قاعد في بيتك امن في اي مكان في مصر اسهل حاجة انك تضطرت من بيتك يقولك احنا عايزينه هناخده منك كفاء عليك كده اي مكان يحط علي بابا واعصابته عينهم عليه بيتم اغتصابه بدون اي احترام لاي نوع من انواع الملكية او حوال انسان الفكرية عجبتني او الفكرية المشهد ده عادي جدا في مصر المشهد اللي بيحدث الان مع اهالي الحي السادس في مدينة ناصر يا رب حاجة لادان اصطر انا امشي فين ده لو انت كل عيالي هنا وجوزي مات هنا ده كان من الجاس حرام عليكم خدم الجاس وراح الجاس وكان خدم الجاس حرام عليكم حسبي الله ونعم الوكيل كان فيه مشهد تاني على ذكر حول انسان الفكرية اللي هي من منظور فكري في مصر المشهد من قسم مغاغة دكتورة راحت تعمل بلاغ في قسم مغاغة ضد جزها اسم الشرطة ومأموره وتعامل معها بطريقة مهينة جدا وخلاها تخرج عن شعورها والطالب بحقها وده ذنب لو تعلمون عظيم انك تطالب بحقك في مصر أنا في اسم شرطة مغاغة وحصل تعدي علي من المدعو غرياني عاصم غرياني المأمور هددني بكسر تليفوني يا جماعة هددني بكسر تليفوني تهديد اللي تهديده مباشر من مأمور مركز مغاغة مأمور مركز مغاغة هددني تهديد مباشر بكسر تليفوني واخدوا التليفون غصب عني ومسحوا الفيديو اللي أنا صورته إيه اللي التصوير دي جريمة تتوارى أو تتأقزم بجوارها كل الجرائم يعني إيه اللي التصوير في مصر مصر بتستهوى تعاملوا مع ست دكتورة بطريقة سيئة جدا المأمور هددها بالحبس فالستة قالت جملة قالت جملة لخصة المشهد في مصر قالت لك للأسف 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 إيه ست الدكتورة قالت حيلتي كلهم دكترة ومهندسين فلأسف مانناش حد في الدخلية فعشان كده بيجرا فينا وحيزي بيتني في الحبس أنا اللي شكيت أبات في الحبس عشان إحنا بس مش مناصب ما عندناش مناصب أنا أخواتي كلهم للأسف دكترة ومهندسين ولاد خلاتي وخلاني دكترة ومهندسين معند أعماني دكترة للأسف للأسف دكترة ومهندسين حاجة يعني ما تسواش في البلد دي العلم لا يكيل لا بتنجان ولا بخيار حتى لمواقظة في البلد وفي الآخر الدخلية ما ردتش على كل ده ولا ردت على المشهد اللي حصل بالهجوم على الست قدام الكاميرا زي ما انتوا شفتوا في اختام الفيديو قانونية ضد زوجها وتلك للحيلولة دي وناتخاذ الإجراءات القانونية ضدها طب الاعتداء على الست وأخذ تليفونها بالقوة قدام الكاميرات ده كله مش مهم يا عم مهم إيه ده عادي ده بيحصل تلاتين مليون مرة في مصر عادي يحصل في مصر أحمد خالد توفيق الله يرحمه في رواية يوتوبيا اللي هي المرحلة اللي هنقابل فيها الوحش ربنا يسر علينا اللي هي احنا وقفين على سلمتها دلوقتي فبيتكلم على لسان البطل مع الشعب الشعب المصري تعارب بقى رواية يوتوبيا الناس عملت الأسياد عملوا مدينة كده خاصة بيهم بأسوار عالية وابتاع والوضع براها بأزبالها بقولك المرحلة احنا وقفين على خطوة الأخيرة أحمد خالد توفيق الله يرحمه بيقولك إيه ها أنتم أولئي يا كلام ها أنتم أولئي قد انحضر بكم الحال حتى صرتم تأكلون الكلام لقد أندرتكم ألف مرة حكيت لكم نظريات مالتوس وجمال حمدان ونبؤات أورويل لكنكم في كل مرة تنتشون بالحشيش والخمر الرخيصة وتنامون الآن أخذ بالك من الحتة دي الآن أنا أتأرجح بين الحزن على حالكم الذي هو حالي الآن أنا أتأرجح بين الحزن على حالكم الذي هو حالي وبين الشمات فيكم لأنكم الآن فقط تعرفون غضبتي عليكم كغضبة أنبياء العهد القديم على قومهم فمنهم فمنهم من راح يهلل ويغني حينما حاصر البابليون مدينته لقد شعر بأن اعتباره قد تم استرداده أخيرا حتى لو كانت هذه آخر نشوة له إنني ألعنكم يا بولهاء ألعنكم لكن ما أثار رعبي لكن ما أثار رعبي أنهم لا يبالون على الإطلاق لا يهتمون البتة عن شعب مصري يتحدث إنهم يبحثون عن المرأة التالية والفافة التبغي التالية والوجبة التالية ولا يشعرون بما وصلوا إليه إنني ألعنكم يا بولهاء ألعنكم الله يرحمه راح وارتاح عن كلمات خالد أحمد خالد توفيق أتحق الله احمد